نبقى نفسي وكنت بقول قد إيه إن ده في منتهى الأهمية وإن الجانب النفسي ده مش جانب نفسي يعني ده ويتاخد للي عنده قلق نفسي لا ده توازن نفسي التوازن النفسي ده ما بيجيش إلا مع فكر مظبوط وعقل مظبوط والواحد يحاول يصلح من قلبه لإن حتى ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في صورة أخرى في القرآن كريم في صورة البقرة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا طب مين دول ومن بسم الله الرحمن الرحيم لو جرينا الآية من أولها ومن الناس من يقولوا أمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يعني ناس بتقول بس ربنا بينفعهم ده وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين أمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ربنا ما يجعلنا أبدا منهم كلنا فلازم نصلح جانبنا النفسي كلنا لأن ده جزء من المشاكل اللي موجودة بتيجي في الألم وألم عمود الفقر بيكون سببها نفسي انا